أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع وجاذب المشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير مع تهيئة البيئة المواتية لتوسيعها وتطويرها لدفع عجلة الاستثمار ودعم الاقتصاد جاء ذلك خلال جولة مدبولي بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث شهد افتتاح المركز اللوجستي لشركة مرسيدس بينز إلى جانب افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطاع الخاص ومن بينها مصنع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية ومصنع مجموعة هونغ تونغ أوبتيك إلكتريك مصر للألياف الضوئية ومصنع شركة مايديا للغسلات ومشروع شركة إيجيبت فان يانج لطباعة وصباغة المنسوجات فضلا عن مشروعات أخرى